هل ممكن ده عمل فيه عن 30 يونيو أو 25 يونيو؟ شوفنا مسلسل الاختيار أنا عملت المسلسل ده عن 25 وعن 30 على فكرة المسلسل ده عن 25 وعن 30 وعن تجمع أراضات المصريين في 25 وفي 30 وكيف يمكن مقاربتها بتجمع أراضات المصريين أيام الاحتلال الفرنسي لأ ما فيه يوم الأراضي لا ما فيش حاجة عندي أقدمها دلوقتي عن الصورتين دول عندي أقدمتوا في المسلسل وهتشوفوه لغاية الآخر بكل تأكيد أي مبدع في العالم مش هيب عايز ركابة بكل تأكيد الرقابة ضد الإبداع بكل تأكيد الرقابة سقف بيحد خيالك وبيخليك تمسكي الورقة والقلم تقولي يا ترى الجملة ده تعدي ولا متعديش وبالتالي طبعا الرقابة مقيدة للإبداع خلاص يعني هي لو أنا بشوف أن أنا واقعي جدا في تقديمي ليه اللي أنا بحسه ومباشر جدا في اللي أنا بحسه بقدمه كما حسيته اللي يشوفه فج برحته واللي يشوفه مؤثر برحته يعني أنا مليش أن أنا أحكم على قراء الناس في اللي أنا بقدمه ليس من حقي الناس لها الحرية الكاملة أنها تقول خالد بيقدم ببشرة فجة وفيه ناس تقول لي بيقدم والله فن مؤثر فيه ناس تقول كده وناس تقول كده وده لهم الاحترام كامل الاحترام وده لهم كامل الاحترام نجاحات في فيه طبعا لو عمل الكلم عليها حقيقة مش هتخلص شيء إن خالد يوسف هو نظر ون بعد يوسف شريف لا الجملة دي الجملة دي ما بحبهاش ما فيش كرير في العالم في حد اسمه نمبر ون فيه يعني دايما على الساحة بيبقى سواء في مخرجين سواء في ممثلين سواء في مغنيين دايما ما فيش يعني كان فيه السيدة مخلصون كان فيه عبد الحلم الحافظ وكان فريد لطفش وكان عبد الوايب فيش حاجة اسمها واحد خلاص مصر مش ما عدمتش عشان تعمل واحد كمخرجين ولا واحد كممثلين عمدين عشرات المخرجين كويسين عمدين عشرات الممثلين كويسين فما فيش حاجة اسمها نمبر ون ونمبر تو حاجة كده دي فيه قطاع بيحب ده بيحب السينما بتاع الممثل ده أو المخرج ده وفيه قطاع آخر بيحب السينما بتاع المخرج ده أو الممثل ده وخلاص